بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي في التواصل مع قيادة حزب المحافظين والمفوضية الأوروبية لإقناع بمقترح إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بعدما نجحت في الحصول على موافقة وزراء حكومتها بشأن الإجراءات الاقتصادية لفترة ما بعد خروج من الاتحاد الأوروبي وأعلنت الحكومة البريطانية أن الاقتراحات الواردة بمقترح مي ستتيح تفادي العودة إلى إقامة حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية كانت هذه المسألة هي أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية ومصدر قلق شديد لسكان الجزيرة